اشتركوا في القناة مهما كان طعب قريته اشتركوا في القناة في الستينيات واستمر بطلها في السبعينيات وأستاذها في الثمانينيات وحكيمها في التسعينيات وخبيرها في الألفية الثالثة نجمونة قدوة لكثير من الأجيال فهو يتمتع بالبساطة والمعرفة والموهبة والخبرة ومع كل هذا فهو إنسان متواجع نجمونة فارس من فرستان زمن الفن الجميل بطل من أبطال مسرح الحياة فارس من جيل حفر في الصخر ركب قطار الشهرة من محطة المدينة الباسلة بورسعيد حتى محطة العاصمة القاهرة التي اشتهرت بأنها هوليوود الشرق هو سفير للفن العربي والمصري يملك جواز سفر مصري وعربي هذا الجواز يفتح به أبواب صالة كبار الزوار نجمونة يملك جواز حب النقاد والجمهور يفتح به أبواب القلوب نجمونة جسد شخصيات عظماء التاريخ فهو أبو حنيفة النعمان جمال الدين الأفغاني سيف الدولة الحمداني أحمد شوقي طه حسين ابن سينة وغيرهم من العظماء نجمونة فنان راقب جاد هادف نجمونة الفنان القدير محمود يسير محمود يسير محمود يسير إلي حضرتك تتخيّلي أقول جملة زي دي مش حتى وأنا ببتدي النهاردة لو عندي فرصة فيلم أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة أقول حذروني بكرة حينزل نحن لنزرع الشوك وحتنزل عليك الأفلام زي المطرة حفلة ساعة عشر الصبح حينتهي الفيلم حتنزل عليك الأفلام زي المطرة تستقبل الأمطار ولا تمضي النهاردة عقد احتكار سأخذ 1250 750 للخيط الرفيع و 500 لأختي إيه رائع في موضوع الدويتو في السينما المصرية خاصة رو أنك عملت كم كبير من الأفلام مع الفنانة الرائعة نجلاء فاتحين أنا ونجلاء فاتحي عملنا 25 فيلم حد من الزملاء كمان زود لي فيلمين حجم كبير 27 فيلم يعني أقدر أقولك أنه 27 فيلم دول هل أنا ونجلاء كنا راضين كل الرضا عن 25-27 فيلم بالتأكد لا بالتأكد لا بالتأكد لا يقول فيهم حاجات يعني كانت مش نص نص يمكن أقل من النص نص ما ممكن ما يقولوش أنتو السبب نعم ما يسمع الله عليك وش أنتو السبب ده كلام صح بقا ونهت أشياء أخرى لأن الممثل لا يصنع الفيلم أه طبعا والممثلة لا تصنع الفيلم أكيد أي مكان قدرهما طبعا من يصنع الفيلم المخرج طبعا المخرج ومعه إما سيناريست يتعامل معه ويكونان يتنائيا يصنع رؤية واحدة يديرها ويشرف عليها ويترأسها ويتحمل مسؤوليتها المخرج الأفلام دي ممكن تلاقي فيها حاجات مش لم تأخذ وهو الماسترو بالسعر نعم نعم يعني أنا ممكن أعمل علي في مشاهد وبعدين في مرحلة اسمها المونتاج المونتاج هنا بيضاف إلى المخرج رؤية أخرى لمنتار له فكره له خبراته له وعيه ثقافته وإبداعه الاتنين بيشتغلوا مع بعض في تشكيله أصلا عملها كاتب سيناريو وهم كمان المخرج اشترك أثناء السيناريو يعني فيه جهود بشرية وفكرية وعقلية توحدت مع بعضها تحت قيادة مخرج يسأل عن كافة شيء ثم راحت لممثلة وراحت لممثل ممثل ده وده وكاراكتر ومعرفش إيه ومدير تصوير عمل صورة حط لغة في الصورة المونتير حط لغة في الإقاع مش كده ولا إيه بيجي كل الناس بيسهموا في الاتنين ييجي بقى الممثل في الآخر يقول ده فيلمي لوحده كده فيلم لوحده زي أحيانا ممثل وممثلة ينجحوا مع بعض فأصبحوا جارانتي للمشاهد يقول آه محمود ياسي منك لأ فاتحي هتخش الفيلم حتى لو الفيلم مش جيد هما بيشوفوه وإنتوا الاتنين بيتجاندينوا على الفيلم بيتحسوا أن في حالة نجاح هل ده حقيقة ولا لا لا هو حقيقة ولكن لها حسابات وليست حقيقة على إطلاقها يعني مش كده حاجة يعني كلام مش مردود عليه أو كلام لا يقبل النقاش لا دي زواهر في زمان ما ومرحلة ما يعني ممكن في أوقات أخرى المعادلة تختلف بحسابات أخرى المعادلة تختلف يعني أمر طبيعي يعني يعني ده يدفعني أسألة فأقولك أقرب أفلام إلى قلبك هتقول لي كلهم أولادي لا لا مش هوافق عن قصة هما كلهم أولادي ده ما يمناعش بس لا أنا عندي حاجات أنا بعزها يعني عاديهم قطع حاجة اسمها بيس يعني ما حدش يختلف عليها أو أنت حبيبها من قلبك بحمد الله يعني أنا عندي عدد كبير جدا من أفلامي بحمد الله أعتزوا بها وأفاخروا بها الدنيا مثل لما أقولك الشريدة الشريدة ده الفيلم الأحب ده رائع ده الفيلم ده رائع أشكرك بشكل شخصي أنا بخطه في خارجة الأفلام الله يفليك بحب الشريدة أنا بالفعل بحبه للغاية بشكل شخصي جدا الفيلم ده أنا بحبه لكن إزاي أنا متوقفش كتير قدام الخط الرفيع مثلا إزاي أنا متوقفش قدام لا يزال التحقيق مستمرة يعني إزاي أنا متوقفش قدام فيلم التجربة الوحيدة اللي اتعاملت اللي هو إيه؟ علش هقول إيه التجربة الوحيدة اللي اتعاملت مع خمسة مخرجين ولا في السينما العالمية عملوا فيلم واحد فيلم ايه؟ خمسة سنة أولى حب لمصطفى أمين الله الله وأنا بتكلم على حاجة الله لا ده شيء غير عادي حدث رواية لمصطفى أمين لها من شهرة مصطفى أمين نفسه الرواية لها هذه الشهرة وحققت نجاحات جبارة وسنة أولى حب وأنا عملتها في الإزاعة لعبت بطولتها في الإزاعة في شهر رمضان وحققت نجاح جبار وكانت بطلتها القديرة العظيمة شادية لكن ما عملناها في السينما طبعا كان في قمة العمل ده الفنان الكبير قوي محمود مرسي كنت أنا وزملتي العسيز أنا جلق فتحي بنعمل أبطال هذا الفيلم وكان في مجموعة كبيرة من الفنانين لأمين في سنة أولى حب والفيلم ده الشيء اللي لم يتكرر في أي مكان في العالم بالقطع وباليقين ولا في السينما المصرية في تاريخها كله خمس مخرجين الأستاذ حلم رفلة الأستاذ صلاح أبو سيف مش مخرجين الأستاذ عاطف سالم الأستاذ نيازي مصطفى الأستاذ كمال الملح كمال الشيخ كمال الشيخ دول المسؤولين عن هذا الفيلم والممثل محمود ياسين والممثلة نجلق فتحي عليهم بعد ما يستوفوا مشاهدهم مش بكامل المشاهد مع الأستاذ عاطف سالم حيروحوا من يوم السبت حيشتغلوا مش مع الأستاذ عاطف حيوقفوا قدام الأستاذ صلاح أبو سيف في قرابة العشر خمستاشر مشهد ثم يفوت أسبوع يروحوا يلتقوا مع الأستاذ بس بعد إذنك يعني مش بالضرورة أن تجربة خمس مخرجين تنجح لا أنا ما قلتش أنها بالضرورة تنجح هي شيء غريب إنما في فيلم الغريب في فيلم الغريب أخرجوا اتنين مخرجين الأستاذ فاطين عبلهاب والأستاذ كمال الشيخ هي ذات الأمر وبرضو بنات والصيف كانوا تلاتة مخرجين تلاتة مخرجين لا بس دي بقى خمسة خلاص وتلات قصص موضوع من عملت فيلم تلات قصص صهرة سينمائية تلات قصص واحد منهم الدكتور مادكور ثابت واحد منهم أستاذ محمد عبد العزيز واحد منهم الأستاذ أشرف فهمي تلات مخرجين كانوا جيل بيقدم نفسه للسينما المصرية بشكل جبار وكانت الفيلم بتاع الدكتور مادكور ثابت علامة من العلامات صور ممنوعة كان الفيلم كله يحمل اسم صور ممنوعة وصورة واحدة هي إخراج كانت قصة لنجيب محفوظ وإخراج دكتور مادكور ثابت وكان معايا شهيرة وهذه الصورة هي التي تزوجنا خلالها يعني هو ده الفيلم اللي جمعنا يعني إحنا أرخنا لكم في السينما المصرية صور ممنوع استاذ مادكور ثابت أرخ لكم الزواج ده صحيح أستاذ محمود بعد النقاط حجموك وقالوا إنك اشتركت في أفلام نادية الجندي رغم اختلاف كويس منهكم الفني وأن النجاح في النهاية كان ينسب للأستاذة لاريا الجندي والله شو بيحقول لها هذا الكلام يعني برضو إيه لا يأخذ على إطلاقه وفقا للقاعدة اللي كنت بقولها من شوية إنه مش كل الأمور تأخذ على إطلاقها يعني قد يرى البعض إن أنا ما كان ليش حق أعمل مثلا فيلم زي البطنية أنا البطنية كنت حنتيجونا والله آه كنت حشتري الرواية وبعدين خفت لإن الأمور تأخذ على إطلاقها للأسف فحيقوله محمود ياسين ليه يعمل فيلم عن المخدرات طبعا ده كلام مش دقيق طبعا دي رواية لكاتب مصري هام في تاريخ الرواية العربية والمصرية هي البطنية كاتب هام إسماعيل ولي الدين أي وكاتب هام للغاية ولو أعمال كثيرة هامة وأنا كنت عايز الرواية دي أعملها كقضية هامة يجب إن الواحد يتعامل معها سينمائيا لكن خوفي من إن تعامل كمشروع يعني يستهدف الربحية فقط وينظر إليها من هذا المنظور وتبقى كده كأنها قعدة يعني ما فيهاش زر لا لا هو الفيلم نجح جدا يعني آه نجح كتير جدا جدا وتعامل بشكل كتبه للسيناريو كتب له السيناريو ومصطفى محرم وده من أصحاب الخبرات والقامات العالية في كتابة السيناريو وبعد إن أخرجه طبعا الله يرحمه مخرجنا الكبير حسام الدين مصطفى ومن أدوار اللي أنا أعتز بها في هذا الفيلم والأستاذ فريد شوقي والأستاذ أحمد زكي الله يرحمه يعني فنانين كثيرين قدموا أدوار هامة ومن بيننا وكان معانا في مقدمتنا هي كانت نادية باعتبارها هي بطرة الفيلم ومنتجة الفيلم طبعا وأرادت أن تصنع نفسيها مسارا سينمائيا تؤكد وترسخ لنفسها في السينما وهذا ما تحقق لها والفيلم لغاية النهاردة كلما عرب أعجب الناس ونال احترامهم قد يكون لهم بعض الملاحظات هنا أو هناك أمر طبيعي ومع الزمن ممكن الملاحظات يتخف يتقل يتزيد ودي أمور طبيعية والإبداع متروك للناس من حقهم إنهم يشوفوا ويقيموا طبعا عملت مع مدام نادية الجندي كم فيلم؟ أنا عملت مع الأستاذة نادية هذا الفيلم وعملت معها رواية الأستاذ نجيب محفوظ اللي هو وكالة البلح وكالة البلح أنا أتكلم على رواية للأستاذ نجيب محفوظ وأيضا كان أيضا أستاذ مصطفى محرم وأيضا المخرج الأستاذ حسام الدين مصطفى وكان معنا مجموعه كان معايا زميل القدير العظيم حبيبي محمود عبد العزيز اللي كان بيكلم معنا في الجزء الأول من الدم كان بيعمل واحد من أدواره التحفة وهو كان لسه يمكن دي بدايات وتاني تالت فيلم له فكان رائع وكان فيلم يحسب لي ويحسب لي ويحسب لي حسام ويحسب لنادية وأيضا الأستاذ نجيب محفوظ كان دايما يقول مقولة رائعة جدا رسخت لقاعدة في السينما يقول لك أنا نجيب محفوظ مسؤول عن الرواية اللي بين دفتي كتاب اللي في الكتاب تحسبوني عليها أما السينما فهذه مصنف أدبي وإبداعي آخر مالوش علاقة بالمصنف الأدبي ده مصنف له حقوق ملكية وهذا مصنف له حقوق ملكية ده له معايير وحسابات أنا أسأل عن روايتي ولا أسأل عن الفيلم يسأل عن الفيلم المخرج أستاذ محمود معروف أنك من الأصدقاء المقربين كانوا للفنان الكبير والمخرج العالمي الراحل مصف العقاد ولذلك هو يستعن بك كصوت في فيلم الرسالة ولم يستعن بك كصورة طب لي وش معنى صوت بس والله يا شوفي أقول لحضرتك هو يعني هناك مصادفة طيبة للغاية لأنه القياس مع الفارق يعني حيننا نتحدث عن الأستاذ مصطفى العقاد هو فيلمه الله يرحمه حبيبي طبعا فيلمه الرسالة هذا قياس لكن هو عنده كان شاركة سينمائية في مصر هنا هو شقيقه الله يرحمه الاثنين هو الأستاذ رياض العقاد وهو سينمائي سوري مصري المصريين كلهم السينمائين كلهم يعرفونه وتعاملوا معه هو نموذج لمنتك سينمائي شديد الرقي أيضا والشركة كانت بتاعتهم في شرع الهرم وكان عندهم فيلم من الأفلام الهامة في حياتي وأنا أزعم بكل ثقة إنها من الأفلام الهامة في تاريخ السينما المصرية لمخرج شاب كان بيقدم أول جهد له سينمائي رواية هامة في الأدب العالمي اللي هي مسرحية ستريندنبرج الأب التي ترجمت إلى العربية واتعامل لها مصنف سينمائي سيناريو لسيناريست كبير في تاريخ السينما المصرية والعربية الأستاذ الكبير أبلا يرحمه علي الزرقاني وأخرج هذا الفيلم الشاب السينمائي الموهوب الذي عمل في السينما وهو طفل في أدوار كثيرة وتخرج في المعهل على السينما وصار من المخرجين اللي كانوا في ذاك الوقت من الشباب الواعدين أصحاب الموهبة الحقيقية وخبرات متركمة في السينما اللي هو الأستاذ أحمد يحيح طبعا وده كان أول أفلامه وكان جابهه لي هو والأستاذ علي الزرقاني عشان أنا يعني هتحمس الفيلم لما أراه وهذا ما كان لكن كنت أنا أياميها بصور فيلم من إنتاجي وكان من الصعب علي أن أنا أخش بتجربة في وقت قريب كان ضاع العمر يا ولدي وكان صعب أن أنا أخش بتجربة جديدة لكن الفيلم بهراني إلى أقصى حد اللي هو اللي احنا سميناه العذاب امرأة العذاب امرأة طبعا ده من رواقع أحمد يحيى المخرج كبير فبحمد الله هذا الفيلم إحنا صورناه في خمسة أسابيع إلى ستة أسابيع بس وده رقم زي ما حدريك قلت بس كده هو الأستاذ مصطفى العقاد الله يرحمه قال معقولة وتفرج على الفيلم لأنه إنتاج شركته هو رياض فقال خمس أسابيع الفيلم ده هتجننوني إزاي بتعمله فيلم زي ده في خمس أسابيع إزاي أنا كنت مرشح زي ما حدريك تفضلت وقلت مرشح معاه أسجر الصوت حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم آيات قرآنية كريمة بعض الكلمات التوثيقية فدور له قيمته في التوثيق داخل الفيلم هو كان عايزني أسجل ده وكان جاي دي يعني زي ما تقولي رحلة تانية له بعد الرحلة الأولانية اللي أنا رشحني فيها لإيه إن أنا أسجل الكلام قلت له بس أنا كنت أقيل له في لندن عايزك تتفرج على مخرج جديد أنتوا تعقدتوا معاه على الفيلم قال لي العذاب المرأة المهم اتفرج على الفيلم وإزاي بتعمله الفيلم ده وإزاي طبعا أنا كنت رحت أسجل في لندن وقعدت أسبوع في ضيافة الفيلم يعني ضيافة الأستاذ مصطفى العقاد مصطفى العقاد وأضي أسبوع لطيف في لندن وأنبسط وأتفسح وبقى يعرض علي أنه هو يخدني يفسحني أقول له أنت عندك مشاهل كتير أخليك في ترمي تعيقل لي والله بالعكس سجلت اليومين في واحد من الاستوديوهات اللي هم هناك ولما رجعنا فلقيته بيقول لي بس أنتوا يا أخصوت عندكم بسم الله ما شاء الله كنا بيفراجوا على نسخة عمل اللي هي النسخة الستاندرد أو اللي بنسميها النسخة الزيرو الزيرو بتقول له عليه يعني أنا ما عنديش الكواليتي ده والله يا زمان قلت له عارف ليه يا مستوى أبي قال لي قلت له عشان إحنا عندنا حاجة اسمها مركز الصوت وكان ده بقى له مثلا كرابة الست شهور تم تحديثه وتجاب في أجهزة ممتازة بمقاييس الزمن وبالفعل طالع كواليتي الصوت رائع للفيلم فقلت له أنا رأي أن إحنا نسجله هنا أنا شفت الستوديو اللي سجلت فيه كان أستاذ نصري عبد النور هو اللي كان مسك أستاذ نصري عبد النور كان يمية هو المسؤول عن الصوت وقابل أستاذ مصطفى أن أسجل اللي أنا سجلته في لندن قلت له كويس بس أنا رأي أن اللي هنا حيطل عندنا كواليتي أفضل قال لي بتتكلم جد قلت له أنت مش عاجبك الفيلم بتاعنا بتاع أحمد يهيا قلت له قلت له إحنا ده مسجلينه في الصوت كله هناك وده اللي حصل سجلت وهذا ما أوضع على نسخة الفيلم يا سلام مستغن عن اللي كان في لندن هذه حقيقة بقولها ويعني لا أدعي كلام ده هذه حقيقة مؤكدة فاللي حصل أنه الأستاذ مصطفى اللي أرحمه يعني هو كان عايزني عشان أقول الآيات القرآنية الكريمة وحديث للرسول وبعض المعلومات التوثيقية وده دور كبير جدا وهو يعلم أنني مرتبط با فيلم العذاب العذاب يبقى شيء أحب أقوله في هذه القصة قبل وفاته الله يرحمه بأيام قليلة كنا في مهرجان القيارة السينمائي وأنا في نهاية كان هو موجود ضيف على المهرجان وفي اليوم الأخير للمهرجان وانتهت الحفل الأخيرة وأنا كنت قاعد بعيد عنه فحاولت أسلم من بعيد وسلمنا من بعيد كده لكن أنا أوان أنا أمشي فالواحد بيروح على بواء الباب الناعية على الشمال كده فعدت فروح تلقيت زحمة أمام الباب فناس قالوا لي في الخروج الباب في المواجهة ده أروا تعالى من هنا فأنا بلف لقيت الأستاذ الله يرحمه الكبير مصطفى العقاد وسط مجموعة من السينمائيين المصريين متحلقين من حوله حبا لقيت بقول لي محمود أنا عايزك قلت له يا حبيبي أنا تحت أمرك الله يازم كان فأنا صوريش قلت له فروحت كانت الدنيا سلمت وابتعها إزي كده أنا حيزك قلت له إن شاء الله بس بإذن الله هلأ أنا مسافر هروح عاملان مش عارف إيه كم يوم وحرجع وده كان اللقاء على وجه السرعة خلاص صالة خلص المعرجان كملت طريقي كده وهو كمل طريقه مع الناس اللي كانوا متحلقين من حوله ومشيت بعد كم يوم عرفنا إيه هذا مكان هذا الرجل السينمائي العظيم محترم وأنا فعلا يعني هو بالفعل أعجبه الصوت اللي سجلناه في مصر هنا وهو ده اللي تحط على الفين هل أحيانا الفنان ممكن يفقد عمره بسبب فله هو طبعا يعني الراجل فيه بالجنب الفيلم الرسالة وطبعا مش وكأنها هي بالفعل الرسالة هي رسالة صحيح وهو كان يعلم حجم مسؤوليته وعاش جنب هذه الرسالة كيف يرتب لها كل الركائز وكل عناصر النكاح عشان يعمل فيلم تاريخي يعيش أبدا الدار ينال نصيبا من عظمة الرسالة وهذا ما كان يسعى ليه ده أمله أنه يبقى له نصيب من عظمة الرسالة فيه سؤال كده يعني بما إن حضرتك سفير يعني نقدر نقول إيه سفير النواية الحسنة هل الدور الإنساني ممكن يأثر على الدور السياسي بالنسبة للفنان يعني أنا دلوقتي قمضيت خمس سنوات سفير النواية الحسنة يبقى ليه لغاية 2010 إن شاء الله يبقى ده جديد التالت يعني يعني أنا اتجددلي مرة واثنين والتالت أنا ماشي في التالت وإن شاء الله لحد 2010 وهو دور أنا يعني أعتز به كثيرا وأظنني قدمت في أشياء جديرة بالنعتز بيها زي إيه هقول لحضرتك لعلها التجربة اللي غير مكرورة وغير متكررة يعني من حد غيري أنا رحت درفور والله مين رح درفور حد أنا رحت درفور عدت ثمان أيام في درفور يا خبر واتبنلنا موقع عبارة عن مكان سكني للمجموعة حضرتك ومين لا من اللي كان معايا أنا كان معايا أشرف اللي هو كان ويايا أصلا مساعد بتاعي اللي كان معايا في مدة خمسة وعشرين سنة وده اللي كان معايا لكن كان معايا من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة منظمة الغذاء العالمي الأستاذ خالد منصور هو ده اللي يعني ممثل الأمم المتحدة في برنامج الغذاء العالمي له موقعه شديد التميز كشخصية مثقفة وإعلامية ويعني واعية بدور البرنامج برنامج الغذاء العالمي الذي أشرف بأن أكون سفيره هنا في القاهرة في مصر فأنا كنت معاه في مع البرنامج في في رحلة دارفور دارفور طب شفتوا معارج شفتوا حاجة لا شفنا شفنا المعسكرات أكبر معسكر ممكن يتجمع فيه نازحين من شرق السودان أصلا كانوا في الغرب أو ناس كانوا في جنوب السودان وفقدوا أهليهم في الجنوب وراحوا على الشمال أو راحوا على الوسط ف ناس مشردة ويسكنون خياما ممزقة ومعسكر ضخم جبار في مساحته في أياميها هذا المعسكر وحده بس كان فيه قرابة 27 ألف نازح من نساء على أطفال على أزواج على يعني ناس عايشين أسر أيها دول ما يعرفوش يروحوا فين تاني حشا هيدوا الحروب والصراعات الرهيبة وتوردوا وعذبوا وتشردوا إحنا رايحين ليه برنامج الغذاء العالمي يروح ليه علشان يوفر لهم بقى إنه عنده كميات من الغذاء جبارة مخزن عملاق ضخم على مسافة مثلا مش أقل من ألف متر بعرض ضخم أيضا وعملاق مليء بالأجولة ومعنى المؤنى الغذائية للناس دي وده خاص ببرنامج الغذاء العالمي وانا كنت دي يعني برنامج الغذاء العالمي اللي أنا أشرب بالانتساب إليه للسنة الخمسة هو ده اللي بيعمل ده هاديه درفور روحت أقمت في سودان يوم ونص وطلعت على بطيران خاص بالأمم المتحدة طائرة كنا نمشي جواها كده ما نقدرش نرفع قامتنا لنا طائرة صغيرة و يعني كان معي خالد منصور اللي هو مخفتش يا أستاذ محمود من الطائرة الصغيرة لا كنا كنا بنبقى خايفين والله لأنها يعني صغيرة زيادة يعني حجبها صغير لكن هي بتاعت الأمم المتحدة مش بتاعت حدي تاني والطيارة عليها من موظفي أو طيار في الأمم المتحدة ومعها واحد بيقدم بعض الخدمات حاجات يعني بسيطة كده للرحلة الرحلة كانت قرابة الساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات مغامرة دي من المغامرات الواحد كان فرحان إنه يشرف بأنه هو مشارك يا حاجة إنسانية والله يشرف يعني ويقدرها طبعا الحمد لله فبتا هذه واحدة لعل أنا المرات اللي شاركت فيها كانت كثيرة جدا لكن لعل أهم ما فيها هو إنها دي كده لافتة للنظر للأهمية أنا تحدثت الآن عن درفور المرة التانية ورحنا اليمن فين في اليمن أعلى قمم جبال اليمن اليمن سلسلة جبال جبارة عملاقة وعلى امتداد فضيع جدا ورحنا في هذه السلسلة قرية أنا فخور إن أنا رحتها إيه بقى هقول اسمها اسمها كوكبان كوكبان قرية كوكبان في أعلى قمة جبال اليمن خرجنا من صنعاء ومشينا رحنا لحج 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 أه قضينا يوم كامل في ضيافة الوالي أو والي لحج اللي هو المحافظ يعني أيوة قضينا يوم وقابلنا ناس وكلمنا في القضايا اللي إحنا رايحين عشانها أيوة ليه أنا نتكلم من موجة نظر برنامج الغذاء العالمي هذا الممثل المشهور يعني لكن هم عارفين أننا سفير جاي للنواية الحسنة تابعة للنواية ومضيت جزء كبير من النهار ثم رحنا على قرية كوكبان قرية كوكبان قمة جبل عالية فيها مدارس من الأطفال الحضانة إلى الابتدائية إلى الإعدادية إلى الثانوية بنين بنات دول عايشين في قمة الجبل ما بينزلوش كل يوم مش جايين حياتهم كلها مش جايين من الزمالك ولا من المهندسين ولا من الهرم دول حياتهم كلها فوق فوق القبم كده عايشين وبنات في سنوي وبنين في سنوي وعايشين طبعا هم لبسين لبس اليمني مغطة المغطة ده ومدارس حلوة جميلة فيها يعني كنت شايف فيها مستوها كويس وصورت معاهم وعنت معاهم ولو أني مرة لقيت مجموعة بنات من اليمنيات اللي هم دول المنقبات دول بيقولولي أستاذ محمود يعني عايزين نصور معاك وقفتح صور معاهم بقى وسعيد أنا بالصورة كده وقفت صور والراجل صور وببص كده ما لقيتش وراء حدين الله ما لقيتش حد وقفه وراء قالت لهم فين قالولي إحنا قسفين إحنا قسفين خافوا خاف والله ما عرفش ليه يعني اتشفوا أنهم بيعملوا حاجة مش صحة حاجة غلط والله مرديوش مهم يعني ايه كانت صورة كنت حقا فرحم بيها جدا لأنهم يعيني وقفين تده بتاع فالمهم راحت علي بنيجي بقى لحكاية الكوكبان دي قضينا يعني نهار كامل في كوكبان من المدرسة دي للمدرسة دي من الحصان طب بنتدهم إيه يعني بنتدهم إيه بنتدهم معانا كميات جبارة معونا بمعايير المساعدات طعام يعني طعام أغذية مواد غذائية الزيت والسكر والدقيق والأرز قلنا الأرز أيو وخبز معاكم فريق عمل بقى بيوزع فريق عمل تابع للأمم المتحدة اكتشفت هناك سواء في اليمن أي في درفور ودي دلي كانت أكتر حاجة درفور أن هناك في موظفين شباب من أنحاء العالم من عالمنا العربي من السودان من كل بلاد الدنيا في أوروبا شباب منهم من هو موظف بالأمم المتحدة في برنامج الغذاء العالمي وغير البرنامج ومنهم من هو متطوع للعمل في برنامج الغذاء العالمي وغيرين يساعدوا الناس في درفور ذات الشيء في اليمن طيب سؤال حضرتك بيختارينك ولا انت خبوك ولا تطوعت ولا تطوعت ولا حاجة هذا أنا فوجئت بيهم من ما يزيد عن أو قرابة الخمس سنوات في ناس بيطلبوا تحديد موعد أننا نقعد نتكلم مع بعض في المكتب عندي وأنهم يعني قلولي يعني هم عايزين ايه وكده وجم قعدوا معايا وابتدى يدور بينا حوارات ومنهم ناس ظلت صدقتي بيهم حتى هذه اللحظة ناس عارفين نشاطاتي أنا مش راجل غريب على العمل التطوعي يعني احنا عندنا كثيرين يعلموا يعني جمعية فناني وكتاب وإعلامي الجيزة خمسة وعشرين سنة تعمل أنا اتكلمت عنها المرة اللي فاتت وقلت إن احنا قدمنا عرض مصرحي أربعين ليلة أيها وبقولها وكررها مرة تانية مفيش في العالم فنانين عملوا أو عملوا اللي عملوا الفنان المصري في مسرحية بداية وناية دي أنا بقولها بالقطع وباليقين فيعني هم عارفين ده عارفين جهدنا من خلال المسرحية وغير المسرحية وبرنامج وقضية جمعية فناني وكتاب وإعلامي الجيزة وعارفين أنا ده نشاط أنا بعمله باستمرار فمن خلال السمعة ومن خلال الشمرة فهم بييجوا وعارفين هم عايزين مين وعايزين لماذا وفي أي نوع من النشاط هذا كان اليمن عدت هناك طبعا رحت اليمن صنعاء رحت لحي رحت عدن وربنا يلطف عليهم من المشاكل اللي حصلة هذه الأيام إن شاء الله يعودوا إلى الشكل العظيم لوحدة اليمن كله بكل إطاعاته بإذن الله إن شاء الله ويحمي اليمن من كل هذه الفتن المخيفة دي لكن قضيت برضو أربعة أيام في عدن نشاطات على هذا النحو وهناك بقى في معايا برضو ناس بقى بلهم من العالم العربي بيشتغلوا موظفيين ومنهم من هو متطوعين آخر بقى ناس كانت في المنطقة الحدودية بين دمشق والعراق اللاجئين العراقيين اللي موجودين على الحدود هربا من فضاعات ما كانوا يلقونه في أرض العراق الطيب من الأحداث الفضيعة اللي شفها العراق فكانوا بيهربوا إلى الحدود مع سوريا ويخيموا هناك وسوريا كانت محتضناهم وبترعاهم وبتأمن لهم احتياجاتهم لأنهم هم على حدود سوريا وده كان شيء رائع أنا لما رحت هناك كان دي من الحاجات اللي هي كانوا بيطلعوني عليها بناء على طلب من الأمم المتحدة اللي أنا أشتغل لحسابها أنا بشتغل متطوعاً أيها طبعاً لا طبعاً فطبعاً كنت بقى يعني أحظى بيقاء كثيرين من الناس في مواقع لا أهميتها بيبان أديهم بيعينوا ويساعدوا اللاجئين العراقيين الموجودين ودول يعتبروا اللاجئين العراقيين اللي حظهم من الظرف الاجتماعي أصعب الظروف هذه حقيقة يعني في آخرين كانوا موجودين في أنحاء كثيرة من العالم وفي منهم كان عندنا هنا في ستة أكتوبر وللسا موجودين وأغلبهم كانوا وظروفهم الاجتماعية أفضل شوية لكن اللي كانوا في سوريا أو اللي ما زالوا هناك فدي طلعنا على هذه الظروف وقابلناهم في الحدود ما بين العراق ودمشق وما زلت أستاذ محمول بتعمل المصادح رحنا حتة بس مهمة أعايز أقول اسمها اسمها السيدة زينب يعني في مسجد هناك شهير في دمشق باسمه السيدة زينب دي تاني مرة أروحه مرة في فيلم حبيبتي ومرة في زيارة بس المرة بتاع الزيارة بتاع الأمم المتحدة أيام ما رحت أنا ومدام فاتم في فيلم حبيبتي ما كانش في حد في المنطقة دي خالص كنا لوحدنا ولا حد قالنا أنتم مين ولا أنتم فين معا مدام فاتم حمامة حد تشدير بينك منطقة فضية لما رحنا المرة دي بتاعة زحمة زحمة وده كلام ده من حوالي أقل من سنة عالم سي ما تقولي في منطقة الحسين في منطقة السيدة في الأسواق كمان أي فروحنا هناك وروحنا زورنا الأول الناس اللي هم على الحدود ثم زورنا الناس اللي موجودين داخل دمشق اللي وفروا لهم بيوتات شؤاء سكنية بسيطة يقيمون فيها وفروا لهم مدارس وفروا لهم أسواق يعني شيء فعلا نشاطي أحسب لك يا سيد حمو حتى إنسانية جميلة لو ما كانش على هذا النحو ما فيش داعي يبقى لي حاجة بس أخر حاجة بقى هي دي تفضل حاجة إن سفير النواع الحسنة لأمم المتحدة دي يعني فيه على نسقها سفير النواع الحسنة لبلدي الغالية الحبيبة بورسعيد حبوا يعملوا شيء في ذات الشبه يعني سفير النواع الحسنة لميناء شرق بورسعيد يعني حضرت فعاليات معهم وده كان شيء يعني من بلدي جميل وعشان كده عشان تعرفي بس يعني إيه لماذا أنا أغتر بها ويعني دائماً أحب أسفل فضل عائلية خلاص أنا مش ممكن أقول ولكن ما لبورسعيد خالص خلاص الله يجل محمود ياسين هذا الشاب اللي جيه من بورسعيد وكان يحلم أنه يقف على خشبة المسرح القومي أصبح مديراً للمسرح القومي يعني كان يحلم أنه يمشي كده جنب المسرح ففعلاً بقى يعني مدير للمسرح وكان يكتب في أثناء وجوده على القاعة كامل العدد الحمد لله من المسرحيات اللي أنت عملتها في المسرح القومي إيه كم مسرحية يعني تقدر تقولي البهلوان أهل البكوات دول أشهر أثنين لكن أنا رحت للمسرح القومي يوم افتتاح دماء على أسطار الكعبة الشعر الكبير فاروق جويدة وبطولة السيدة الكبيرة القديرة سيدة المسرح العربي اللي هي سيدة سميحة أيوب وأنا عندي علاقة مع هذه المسرحية قبل أن أكون مدير للمسرح القومي كان مفروض في يوم الأيام أنا كنت أعملها مع السيدة سميحة أيوب لكن الظروف اختلفت وتغيرت ثم بقى موجود أن هذه المسرحية تقدم على المسرح القومي يوم افتتاحها كان ده أول يوم عمل رسمي لي كمدير في المسرح القومي فكنت فخور وسعيد ومن هنا اعتبرت أن هذه المسرحية يمكن أنا ما كنتش موجود في بروباتها لكن أنا كنت موجود في ميلادها ليلة ميلادها وتألقها ونجاحها الكبير مسرحية شعرية أنا لا أفهم المسرح إلا شعراً منطقة الشعر دي إحنا حنكلمك فيها ولكن إحنا عايزين نتكلم نقول أهلاً يا بكواتك نعم أستاذ حسين فاهي أستاذ عزة العلاج نعم هم اللي لعبوا الدوريب ده صحيح ولكن في فترة من الفترات أعتذر إحنا عزة العلاج فأنت قمت بالدور وعرضت حوالي مية وأربعين ليلة مية وستين ليلة كمان؟ نعم مية وستين ليلة طب ليه طب ليه لما يبقى محمود ياسين هذا الناجر موجود في المسرح القومي والمسرحية تولدت في وجودك ليه ما قررتش أنك تعمل الدور من الأول يعني معلش ده يعني بيحسب ليه مش يحسب ضدي لأنه لأنه وأنا بتكلم عن ناس ربنا يديهم الصحة وطلط العمر ويفضلوا يقدموا عطاءاتهم دايماً وابداعاتهم أنا تحمست أهلاً يا بكوات قبلها البهلوان وتحمست كثيراً أستاذ يوسف إدريس الله يرحمه الله يرحمه جاله يعني استغرب دعشاً تليفون بكلمه بقوله أنا عايز مسرحية البهلوان كان بقالها ست سنوات هذه المسرحية موجودة قال لي ميلي بتكلم قلت له أخوك محمود ياسين قال لي مبروك تبقيت مدير المسرح اشرب بقى يا حديق وحاجات زي كده قلت له لأ أنا عايز أشرب من رحيق يوسف إدريس أنا عايز أعمل مسرحية البهلوان قال لي عايز تعملها في إيه؟ قلت له في القوم قال لي إيه اللي فكارة قلت له ما عايزين القوم يبقى أول عرض يتعمل وأنا موجود اسمه البهلوان ليوسف إدريس أسترد يوسف إدريس مرة أخرى كان بقاله مش أقل من خمس ست سنين لا يعرض له عمل النص كان بقاله ست سنين التعاملت المسرحية قالوا لي مين؟ قلت لهم يحيا الفخراني صحيح وجاء يحيا الفخراني وعملت دور واحد من أعماله التي يؤرخ له بها صحيح دوره في المسرحية من أجمل الأعمال حقيقة وخدت نجاح رهيب مع المسرحية حققت نجاح جبار وجبت للدكتور عادي الهاشم هو مخرج هذه المسرحية أنا أتكلم عن ناس موجودين يرددوا نفس اللي كنت أنا بقول أي كلام من اختراعات لا 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 عزو الله ثم كان في ذاك الوقت مسرحية أهلا يا بكوات وبرضو هتكلم عن ناس موجودين لو أنا بجذب لو أنا بخترع لا عفوا فكان هو لنين الرملي حكالي يا حبيبي هذه التيمة قبلها بفترة أنا اتصلت بيه قلت للمين عايزين رواية عايزين رواية لأننا عايز أعمل مسرح ينفذ إلى قلوب الناس الناس على عمومة عايزين نخرج من إثار مسرح الأقلية المثقفة المثقفة مرحبا بهم ولكن ما يكون شو هو ده إطار مسرح كله آه لا إحنا عايزين المسرح القومي جماهيري بالمعنى الجماهيري يكتازب الناس فأنا جايلك مخصوص أنك أنت بتعرف تعمل هذه التركيبات توليف هذه وكان بيعمل هو وزميله في ذاك الزمن الفنان الكبير محمد صبحي عروض مسرحية شديدة الرقية آه طبعا وبتحقق نجاحات إحنا عندنا في القومي عايزين ده ولكن ما إحناش قطاع خاص بحسابات القطاع الخاص لا أقول إن أعمال صبحي ودنين كان فيها اعتبارات تستجيب لاحتياجات سوقية مش سوقية بمعنى قبيحة لا تسويقية خليني أقول يعني اعتبارات السوق لا كانوش بيعملوا ده يعني لكن بيراعوا إن شوية يفكوا الاكتئاب والقتام عشان الناس تقضي لي لمسرحية لطيفة مع قيمة فكرية جيدة وعروض رقية إحنا عندنا المسائل أكثر يعني مش تطرف أكثر التزاما شوية القول قال لي أنا عارف القوم أنا عارف أنا عارف اللي أنت بتقوله ده حنعمل ده حكالي تيمة اتنين صديقين واحد والتاني حكالي تيمة وبهرت يقول ائفش أنا عايز اللواية دي والله لا عزيز وكنا نجلس أحد الفنادق في شرع الهرب في طريق سقارة كده المهم اللي أنا أقدر بعد مثلا عشرة أيام حكومت معايا مش أقل من تلت الفصل الأولاني ثم التلت الثاني واعدين ادي لك التلت الثالت يبقى أنت خلصت الجزء الأولاني وهكذا شيئا فشيئا هذا ما كان كل ما يخلص الجزء نتقابل نقعد نشرب إنجان أهوة سوى ويقرار اللي كتبه أنا أقول الله أكبر والله بحمد الله خلصت المسرحية على هذا النحو بعقل ووجدان وفكر لينين الرملي لم يكن لي من ملاحظة عشان ما اتقيتش على موهبة كبيرة زي لينين الرملي وقيمة ثقافية عالية هذه حقيقة خلصت دي وجات المسرحية وجون بقى يتكلموا معايا عشان الأبطال فبيقولولي من يجيب مين قلت لهم يعني أنتم بتفكروا في الورق على طول ومعاكم وعصام السيد أنا كنت في وقت من الوقت نفكر في الأستاذ السعد أرض شاء الله يرحمه لكن رشح لي هو عصام السيد وأنا رحبت كثيرا بها مواخر كويس أريد فالمسرحية بقت قدامنا أنا عارف أنا عايز مين أي قالوا لي تعاني تكلم في شخصية كذا قالوا لي قلت لهم شخصية اللي هي لا الدور اللي عمله حسين أي قلت لهم ليه والأولاني قالوا لا الأولاني ده ده دورك دورك يعني اللهم حسيني مش بقصد المجاملة لا هم متصورين زي منطق سؤال حضرتك آآ إن أنا ينبغي إن أنا أعمل الدور ده احتراما أو يعني امتنانا لوجودي في هذا الموقع اللي هو المسرح القومي لازم أنا أعمل حاجة لا أنا قررت عيني مديرا للمسرح القومي مش ممثل والمسرح القومي وإن شاء الله يفضل كده طول عمر ويزخر بأعلى القدرات القدرات فقلت له ما أنا عارف هنجيب من مين عندي هنا فنان قدير كبير جدا أستاذ كبير جدا هو اللي يلعب هذا الدور أم لين قال لي بس دور يعني أنا ما معرفش أكتب لحد ما معرفش أنا كنت لما بكتب للمحمد صبحي لإن في بيننا وبين بعض عشرة ومنهج كيميا منهج بنشتغل سوا فكنت بابقى عارف إن ده صبحي لكن هنا لما أنت كلمنا مع بعض أنا كان في ذهني إن الدور ده دور دورك يعني فأنت تصور إن أنت هتعملوا قلت له أنا متعين مدير المسرح القومي هذا الدور عندنا فنان قدير يعمله بدرجة تبوق جبار قالوا مين قلت لهم عزة العليلي قالوا لي يا نصور ديك حلوة هايل بس يا عم حمود ده دورك عشان ما ترجعش تقول يعني إيه عايزين يعني يبرقوا ساحتهم أمامي هم آه مقتنعين كل الاقتناع إن عزة العليلي يؤدي هذا الدور باقتدار شديد لكن حتى لا نسقط في إيه في حكاية إن يعني أنت قالوا انسوا الحكاية دي أنا مش هنا جاي أشتغل مدير التاني بقى قالوا بقى أنا خلاص خلاص اخترت عزة انتو اختاروا التاني قاموا قالوا لي فنان مش هقدر أقول اسمه فنان كبير قوي معلش فنان كبير قوي ممثل عظيم ممثل روح وشرباط شرباط صحيح لكن لكن فيه اللي نقول عليه انبالنس بين وبين عزة عايزة يعني ما يبانش هو وعزة جيل واحد ما يبانوش جيل واحد فأنا كان رأيي إن لازم ييجي مع عزة يبانوا إن هم قريبين ويبانوا جيل واحد كشخصيتين متناقضتين متنوعتين ده عجز ده ولازم يكونوا كده بس يكونوا واقفين على أرضية واحدة قريبة من حيث العمر يعني فقالوا مين قالوا لي فلاني أنا قالوا لي فلاني فلاني أستاذ كبير جدا قلت لهم برافو عليكم ده أستاذ عظيم وياريت وكده بس أنا رأيي إنه فيه إن عدم توازي كده عمري مين يعني أكبر يعني الدور التاني يعني أكبر من عزة هو أكبر من عزة يبان أكبر من عزة بكل تأكيد مش يبان يعني هو بكل تأكيد يعني محدش هيحتر فيها فما يبانوش إصحاب إلا إصحاب صدفة جمعهم ظرف ما لكن يعني كل ما يبقوا جيل موجيت نظري فأنا عندي واحد هما كانت دين مفاجأة قلت لهم يعني أنا خلي الاقتراح كل اللي تمتقولوا ده على عيني وعلى راسي بس أنا عندي حدة تاني قالوا لي مين قالت لهم حيسين؟ فاهمي عاملو كدا الاثنين بشرفي هذا ما حانس بتتكلم جد قلت لهم أه إي المشكلة يعني قالوا لي بس هيجي القوم يعني ويشتغل وكده وقلت لهم ما يجيش القوم ليه المشكلة احنا عايزين نشتغل بفنانين لهم قامة محترمة وقامة جماهيرية وهنا بقى موضوعيا لازم يبقوا لاتنين يقولوا مع بعض ودول الاتنين هيبان في بينهم نوع من التناقب باين ظاهر وحطوهم الاتنين على الافيش احنا ده مهمة بالنسبة لنا عايزين ندخل معنا حسابات جماهيرية موضوعية جماهيرية قالوا لي انت متأكد وانت له متأكد ونص هو حسين صديقي يعني انا عارف عشقه اللي كانت المسرح وحبه ليه وكنا سافرنا مع بعض اكثر من مرة وعارف انا ان حسين حيبقى سعيد عزة العليل يا حبيبي تاني يوم الصبح لقيته بيكلمني بعدت له المسرحية في ذات اليوم تاني يوم الصبح بيقول لي ينصر بيه رواية هيلة ودور هيلة وبين موادة كبيرة او شئ اعتز بيه واشرب بيه واكثر من الاخوات نفس الشئ حسين لقيته فخور بهذا الدور وانا لو ما كان حبقى فخور جدا اكيد شخصية جميلة ومش دايما هتفوت عليه ومش كل يوم حيلاقي نفس الشخصية وهذا ما كان اللي حصل باقي سؤال حضرتك انه بعد ان المسرحية محققت نجاحات مزهلة مزهلة وغير مسبوقة كان جاء الصيف وعلينا لو معرضناهاش في اسكندرية في الصيف فهذه شهبة الفشل شبهة الفشل ازاي مسرحية لها هذا الصدد الكبير ومن يعرضهاش للناس في اسكندرية في الصيف يبقى احنا بنقول لا دي رواية بقى فشلة ازاي فالمهم انه كان في عوائق وزميل الفنان القدير رخوي عزت كان عنده ظرف يعني يتعلق بالرطوبة اللي ممكن يتعرض لا تؤثر على صوته وقال لي الكلام ده يميع ويعني انا حسيت ان الكلام ده يعني جاد تماما وقلت له يعني انا ارجو ان احنا الى حين ما يقتي الوقت ارجو انك انت تغير رأيك يعني كده عشان صار ان احنا بنعرضهاش هناك ومضى الوقت وفجئت معلش عزت بيستقيل من مسرح القوم قدم استقاله هذا مكان وكانت استقالته بالنسبة لي انا يعني فعلا امر ما توقعته نهائيا صدمة وحصل مفاوضات وحاجات زي كده قال لي محمود انسى كنت انا بقيت موجود في اسكندرية كنت بصيف زي كل الناس يعني وعمل السبب انه عزت ربنا عيدي وحيي وما امكانش فكان لابد ان تنقذ الموقف انقذ الموقف فانا كان في قبل منها اسكندرية يومين في بورسعيد ويومين المرة الوحيدة في تاريخ المسرح المصري الرسمي يروح المسرح القومي اسيوت المرة الوحيدة والتي ليس لها من سابقة ولا من تالية حتى هذه اللحظة يا سلام اهلا يا بكوات ليلتين في اسيوت لم يحدث من قبل انت اشتغلت بقى اهلا يا بكوات في اسيوت عيزت لما مقدرش يجي انا اعتبرت ان انا لو بديت في بورسعيد ده يوسر لي التوتر لانه بلدياتي وحبيل خلي بورسعيد بطرة الحلقة طبعا فالناس الحقيقة فضلهم كبير علي فاستقبلوني وانا مش جاهز قوي حاولت ما استطيع ان انا احفظ ولاني كنت بشوف العرض كتير بس متقطعا يعني مرات شفته كاملا قليلة لكن كثيرا ما كنت اشاهد حسب الظرف اه لان كنت بنزل اجيب كراسي من الاهاوي اه طبعا كنت جيب كراسي من الاهاوي المجاورة كامل العدد كامل العدد اجيب الكراسي ونشيلهم ونجيبهم ونقعد عليهم الناس وبرضو مع يوسف ادريس يا حبيب كل ما جيب له كرسي يروح الجمهور يدخل يقول له اتفضل تعال اععد يقعد يا راجل يا ست وهو يقف اقول لي يا عم انا جايب لك انت الكرسي انت مالك هنجيب لهم يقول لي يا راجل صحيش الناس دي لازم تقعد والله هذا ما حصل يعني فالمهم ان انا عملت اليومين بتقبر سعيد وكان حسين بقى بلقيني على المسرح وقدرت المسرح بتلقيني على المسرح وقدم اقدرنا انقذنا الليلتين والحمد لله خلاص الليلتين اخريتين في اسيوت رحنا بقى اسيوت ركبنا القطر عدت تحفظ في القطر بقى تذكر عدت تذكر دورك بقى في القطر عدت في القطر بقى وقال لا زكرت كنت بالاول مذاكر بس جرئة الواحد عشان ياخد يعني صلابة الممثل لازم يكون عمل عروض مرات مرات بروفاجين رألو حاجة تذكر الاتنين التانين بتوقع اسيوت دور كنت بقيت كويس وربنا كرمني وعدنا بنجاح جبار ثم الاسكندرية وده كان نجاح فضيع هذه المسرحية لفت لفت ويعني كانت مطلوبة في مناطق كتيرة من البلاد العربية وكنا بنتجاوب ونستجيب وبنروح هذه مرات كانت المرة لعلها ان تكون لم تحدث قبلا ولا بعدا اللي هي المسرحية دي على وجه التحديد العروض اللي كنا بنقدمها في بلاد كنا بناخد من البلد اللي بنروح فيها بناخد عشرين ألف جنيه والله ده ليس وردا في القطاع العام بناخدهم بندفعهم بنسلمهم للقطاع وربنا يديله الصحة والعافية أستاذ صلاح السقة اللي هو كان رئيس البيت المسرحي وينتصف المبلغ المبلغ للدولة للبيت المسرحي النص والنص التاني لجميع العاملين في العرض المسرحي لغاية الغفير اللي واقف على بوابة الحديد البوابة الحديد بتاعة مسرح الأسبكية عدا ممثل واحد اسمه محمود فؤاد محمود ياسين لا يأخذ من ليمن خالص لأن أنا لا معليش أنا باخد مرتب مدير مسرح ليس من حقي خلاص وهذا مكان كل هذا حضرتك مشيت وسبته ما مشيتش وسبته إيه اللي حصل؟ المسألة كانت مش أكتر من صدام مع قضية البيروقراطية يعني هو ده ما هي البيروقراطية فيه؟ البيروقراطية ما هي كلمة يعني تخينة شوية لكن هي معروفة يعني يعني قوانين شخصيات مسؤولين إحنا كنا بنقدر نتغلب على حاجات كتير لكن كل شيء عايز مناهدة يعني عايز كتر كلام يعني كتر منقشات ده دي إجابة ديبلوماسية بقى مش ديبلوماسية حضرتك بقى هنا دي إجابة ديبلوماسية أنا أصلا ما أنا حقولك أنا 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 يعني بالفعل طب مين صاحب القرارات البيروقراطية؟ هل مسؤولين؟ لا 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 ده مش قضية كده قضية أنه تركيبة البيوت البيت المسرحي دي يعني بتحتاج دائما طب ما هو البيت المسرحي حقق نجاحات كويس منسين بقى البيروقراطية؟ كويس أنا يمكن عايز إن نحدد النقطة معليش أنا بقولك إنه كانت النقطة ساعة صفة ما هي ساعة صفة والله يعني أنا أتكلم شوفي والله الحاجة بتفكر حاجة يعني لما كنا أنا واقف على خشبة المسرح القومي والله وحيات النعمة دي أنا بقولك ده صديقا فيها بس أنا طبعا خلاص بقى يعني شلت الموضوع دي من دماغي عندما هولوقت افتكرت حاجة منهم نعم إن أنا مثلا الخشبة المسرح هي أنا واقف عليها بمثل أنا وحسين فهمت وعملين نقول وبتاعهم مش عارف إيه ولا إيه رجلي دست على يعني حاجة اتفتحت خشبة فبعمل كده وببص لقيت مية تحت الخشبة المسرح مية مية في بركة مياه كده لها عمق يعني ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم وابتدت المياه الجوفية دي تتسلل إلى الأعمدة وإلى الأبنية الخشبية اللي عليها الرسومات التاريخية العظيمة دي وابتدى بتصبح المياه الجوفية مشكلة جبارة لأنه لما تبنى جراج العتبة ترمت في كتل خرصانية جبارة في العتبة فزحفة المياه الجوفية إلى أضعف حتة في المنطقة لحديقة الأسباكية وفي مقدمة الحديقة المسرح القومي و26 يوليو وخلاص فبقى عندي تحت الستيج وعلى امتداد الصالة مياه جوفية يا جماعة فبنتكلم معه خلي بالك أنت بيحكي لك على حاجة تاريخية من التعقيد أن يعني صعب أن أنا أحلها لأنه هذه المسألة يفترض أنها كانت يجب إجراء تعديلات أساسية فيها لحماية عمق المسرح القومي بعد ما اتعمل جراج العتبة وحصل نوع من التراجع ما بين شركة المقاولين اللي هي نفذت تعديلات المسرح في حاجات اكتملت وحاجات ما اكتملتش حقوق اندفعت وحقوق ما اندفعتش وبقى في خلافات طب ده أنت ملكش دعوة فيها ما تبتقولي الوقت ملكش دعوة أنا يعني مش أنا مثلا نفتكرت يعني ما كنتش عايزة أقول وبعدين قلت لا ده أنا أنا بيني وبينك كانت رايحة مني يعني أستاذ أحمد عبد الحليم تكلم برضو في حكاية المياه دي برضو طبع شوف الأستاذ أحمد كان لسه في الكويت أنا بتكلم فيها تكلمت فيها من قديم وأنا أول واحد تكلم فيها وعملت منها أزمات وكانت هي دي قضيتي بس يعني واسأل الناس اللي في القوم حيقولك ده محمود يا سنعمل فيها ضجيج فعلا يعني وكنت خلاص تعبت بقى يعني زهقتي أني أنا تبقى يدي مشكلة مش عارف حلها حلها إزاي ميا تحت النشيل الخشب ألاقي ترعى تحت خشبة الماشر طب ده يخلي حديثك تستقيل ولا تفايت ده تقوم لا تفايت ايه ده أنا عشان أعمل في الحكاية دي لازم أعود أتناقش معاهم في الخلاف المالي اللي كان بينهم وبين الناس اللي عملوا التعديلات اللي هم المقاويون ودول الناس كانوا بيتكلموا من وجهة ناظر موضوعية للغاية وحقوق ليهم وجهة ناظر الروتين والبيروقراطية كانت إيه لهم وجهة ناظر ولهم أراء تبدو سديدة وأراء يعني إيه فيها حرج محدش يقدر يقطع فيها لأنها تحمل مسئولية لأن تتعرض لحقوق وأموال يتدفع يتحسن هل تدفع أم لا تستحق يعني قضايا عايزة تحقيقات وراء ده الأولى حضرتك ديوقتي رحت منسحب بقى مش رحت منسحب لا ما رحتش منسحب لا ما تبقاش كده مش على هذا النوع طب تبقى إيه بتبقى يا جماعة هل ستحلوا هذه المسائل طب محلتها ما إن محلتهاش يعني شوفوا حد تاني غيري إن أنا يعني خلاص ما بقتش قدر إن أنا يعني كل شوية نعمل اجتماعات ونقعد نناقش ده كل ده إحنا ما تكلمناش في مشاكل تانية خاصة بالعاملين بهقوق العاملين حقوق الترقي والعلاوات والترقيات كل دي يعني كانت أسباب طبعا دي أمور بتبقى يعني أقدر أنا عندي من الخبرة إن أنا أقدر أمتصها مش أمتصها يعني أنيمها لا يعني أستوعب أقدر أفهمها ويبقى لي فيها وجهة ناظر ونقعد نتكلم لكن في من هو أقدر مني هو البيت المسرحي وعنده قضايا للعدالة إنه آه الناس بتوع القومي على عيننا وعلى رأسنا لكن يا سيدي أنت ما تفتكرش البيت المسرحي هو اللي أنت بتشتغل فيه اللي هو القومي الفرق التانية دول زملائهم وتخرجوا وكانوا قاعدين مع بعض في المعهد يعني لقدر نستشف من الموضوع كده إن كان في مخالفات مالية ومادية لا مش هنخش في مخالفات مالية عمال في لا ما أنا أقولك لا ما أنا أقولك أهو التدب الواسي جدا معايا لا المخالفات المالية معناها إيه معناها يعني ده أمر يستدعي القضاء يعني يستدعي التحقيق وتوجيه التعامات يعني ده أمر مخالفات قانونية بتبديد أموال عامة يعني ده مال الدولة مال البيت المسرحي ده مال عام فالأمر ليس على هذا النحو ما بقولك إيش إن هما ملايكة الناس ملايكة لا إنما في مخالفات تضر لكن ما كان إيش دي القضية بالنسبة ما تصل بالمسرح القومي يعني هذلك مشيت بس عشان خاطر كان فيه مية داحت الماء لا مش بس لا مش على هذا النحو أنا أقولت لك إن أنا يعني فعلا ده الأمور بتقفز دلوقتي لإني خلي بالك إحنا يعني بنتكلم بقالنا ساعات فكويس إن أنا فاكر يعني لا وأنا فعلا يعني برضو يصح إن أقولك إن فيه أمور أنا أشعر إنها يعني حين تقال في وقت مش في وقتها خلاص فقدت قيمتها لإن هي كانت أهميتها أيما وقلت ما هو أكثر منها أيما وده هو ما أوصل يعني إحنا في لحظة ممكن نجيب حاجة قديمة حاجة جديدة كلام سيقول الأمور توقيح نقاط لم يسأروها يعني ده شيء لا أمور أمور معروفة وما زالك للأسف نحن بنقرخ يعني لمواقف مهمة جدا معلش ست كل ما أنا أقولك يعني ما تأخذنيش فيه أمور تجاوزت القضية دي يعني ما تأخذنيش وأنا أسف إن أنا أذكر الناس بحادث حريق أنا ليش أتحسأ بحطرتك لا معلش ده أنا بقولك إن أنا آسف إن أنا أذكر الناس بحادث مؤلم زي ده أنا اللي كنت أذكرهم دلوقتي بعد محضرتك بس أنا لوقتي أنا أتحمل إن أنا اللي بذكر ليه بذكر بقى لأنه يعني هنا المسائل دي يعني فعلا مشاكلها خدت وقت كتير بدون مبرر نتيجة إنه تعقيدات بيروقراطية وأول ما قلت بيروقراطية ما عجبتش الجملة الكلمة لكن هي دي الأسأل مسألة عشان أحصرها في هذا الموقع البيروقراطية دي بقت نار اشتعلت في هذا المكان التراثي العظيم كان شعورك إيه لما سمعت هذا الخبر شأن ما إيش حاولك بقى أن أنا يعني كلنا بكينا وكلنا تألمنا وكلنا كنا بنشعر إنه إعني أنا ببصي ما فيش شبر داخل هذا المسرح أنا ما ليش فيه ذكريات شبر من المياه الجوفية وصولا إلى القبة فوق السطح اللي فيها ثقن كانت تنزل منه مياه الأمطار على بعض الجالسين في القاعة وبقى أنا على أعصابي أمانة يعني مش لأنه دبيتي لي في كل شبر منه ذكريات وذكريات فنان مش ذكريات يعني نسبة السلة ولا بتعلق ذكريات شديدة الإنسانية وشديدة الأهمية حاجات اتعلمت فيها ودرست فيها وحبيت المسرح وازداد عشق في له فعلا طب بما لك من خبرة في المسرح القومي تفتكر الحريق ده كان سابوي إحنا سأينا الأستاذ أشرف زكي فكان رده قال إنه ده بسبب الباعة المتجولين اللي كانوا بيحطوا حاجات فوق السطح شكرا شكرا